مرة أخرى هحاول أشرح تاني والتكرار مفيد دينا جميعا سيف انتقى الإعارة النادي الزمالك قبل إقاف قيد نادي الزمالك وعقد الإعارة في بند بيقول أنه الزمالكي حق لقوا شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة من نادي المقرور العرب تمام؟ الاتحاية الدولي بحسب لوائحه قدما أنت استعارت اللاعب بنية الشراء قبل عقوبة إقاف القيد فأنت من حقك لو فعلت بند الشراء أنك تاخد اللاعب فهنا الزمالك ما عندهش أي مشاكل خلاص؟ طيب اتحاد الكورة اللي قال أنه اللاعب بالنسبة لي لعب حر هل هنا اتحاد الكورة عنده مشاكل؟ لا اتحاد الكورة بالنسبة لي لعب حر عشان كل عرب في فترة القيد وقتها ما حطش سيف الجزيرة في قائمته المبدئية فبالنسبة للتحاد الكورة بالنسبة للسيستم اللي حالكم كلكم فاهمينه دلوقتي اللي هو سيستم انتقالات اللاعبين تمام؟ سيف الجزيرة مش موجود في قائمة سيف الجزيرة مش موجود في قائمة ليه؟ العارضه خلصت مع الزمالك والنقول عرب ما حطوهوش في قائمة لكن الزمالك اشترى اللاعب قبل الفترة القونية اللي هو ينفع فيها يشترى اللاعب أو يفعل بند الشراء فبدأ الزمالك يحطه في قائمته بالنسبة للتحاد الكورة كان لفترة ما هو لعب حر قبل ما الزمالك يحطه في قائمته ببساطة هو اتحاد الكورة يقول لك إيه؟ حاسبني على مكان اللاعب اللاعب فأني نادي في الزمالك ولا في المقاولين فأني قائمة وده اللي عملوا اتحاد الكورة المهم اللي جاية زي ما سمعت من شوية أمين المرتضاء منصور المشرف في العالم على الكورة الأمور هتتحل مش هتتحل يعني أقصد إيه؟ الفلوس اللي عايزينها لأن داتوا نساء اللي هي حقهم في حق رعاية اللاعب هتتدفع هو رقم مش كبير يعني أتعرف هقول لك حاجة بصراحة بأمانة شديدة وربنا يعني سامحني والله أعلم لو رقم كبير وضخم كان الموضوع يبقى فيه ريبة هقول لك في حد لعب لعبة عشان ما لازم يدخلش فلوسة بس هو المنطق والعقل يقول إنه صعب الحوار ده كله يبقى فيه لعبة ليه؟ 25 ألف دلار يعني رقم ما فيه الشعب بتتكلم في رقم ما فيش ولو أكتر من كده كمان يعني لو أكتر من كده حاجة بسيطة يعني بس ده رقم يعني للأندية بتدفع مليون و 2 مليون دولار في اللاعبين ورقم كبيرة فالخمسة وعشرين دولو ولا حاجة ولا حاجة خالص بالنسبة للأندية فالموضوع مش مخليني متعصب أو شايف إنه فيه حد عامل جريمة ومقصودة أو يعني يبقى فيه ريبة كده أو تحس إن الموضوع لأ مش ريحته مش حلوة لأ ليه يعني مين هيفكر يعني يعمل أفلام كبيرة عشان خمسة وعشرين ألف دولار ليه؟ أو يحط نفسه بوردة مستحيل مش منطق يعني بس الخطأ الكبير إن الأمور دي ما بنلمهاش بسرعة بيننا وبن بعضينا عشان ما حدش يجينا من بره يقولينا فين فلوسنا من آخر يعني بالبلد يعني هات الفلوس اللي عليك ايه فلوس قليلة يعني شبحتك تديني شبحتك تتعلم علي شبحتك الكلام ده كل ها دي بس اللي مزعلني ها دي اللي مدايقاني واللي مدايقاني شوية كمان نقص المعلومات من اتحاد الكورة ما تطلع اشرح ما تطلع وضح لازمالك هيدايا ولا مولين هيدايا ولا الأهلي هيدايا ولا حد هيدايا لو شرحت ليه الآن تشرح ليه الآن تتكلم معاك حق اطلع قولا معايا حق عندك خطأ اطلع قولا عندي خطأ وين كان يعني لما كانوا شاهزة اقلف في الصفحات القديمة بس كان فيه خطأ وقت القصة بتاعت نهاية دول الأبطال الأفريقية نهاية دولي أبطال الأفريقية بتاع الأهلي والوداد والقصة بتاعت المرعب وكان فيه اعتراف ان فيه خطأ وخلافه بس ما محدش صحح ومحدش قال مين المسؤول عدت وين كان يعني شيء بشيء يذكر يعني بس لو انت معاك حق يا سيدي اطلع وانا وراك مش انا كريم كلنا يعني في ظهرك معايا حق ودي معلوماتي وده سندي وده الحاجات اللي أنا استندت عليها ودي الحاجات اللي أنا فاهمها وعرفها فخلاص انت معاكش حاجة بتستخبى ليه انا مش فاهم التحدي الكورة مستخبى ليه سيبنا كلنا نتسرق ونزع ونقول يمين وشمال وإحنا نقد ندور ونروح ويمين وفوق وتحت عشان ندور على معلومة صحيحة وتطلع عن المعلومة صحيحة ممكن تبقى في مصطح اتحاد الكورة أصلا وهو نفسه مش عايز يدفع عن نفسه ما يهمنيش يعني يعني المعلومات اللي أبقى لك ديت مش اشتغى اتحاد الكورة جميل ولطيف بالعكس أنا شايف وده اللي قلت في المقدمة النهارد اتحاد الكورة دائما هو اللي بيحطنا في كل الأزمات دي يقيم عن دون قصد أو عن جهل أو عن نقص معلومات انت دي مشكلتك دي مشكلتك أنا النهارده لما جيبنا الكلام ده ما كانش في دماغنا اتحادك بالعكس هكلمكم بصراحة شديدة يعني أنا اليومين اللي فاقوا دول زي كل الناس يعني هموت من اتحاد الكورة تعصب ومتنرفز ايه ده ازاي يعملوك ايه ده بس لما رحنا وبحثنا لقينا حاجة ممكن تبقى أصلا في مصلحته وهم ما بيطلقوش يقولوها وهم ما بيطلقوش دون المعلومات دي وهم اتعب واكتهد بس عشان يدين فلان ودين فلان ودين فلان وفي حال تاني يتعب واكتهد ويقولك ايه عشان يطلق السحة والحق وخواص واصل برضو بصراحة الشديدة يعني هو أسهل حاجة من واحد يطلع يقول يا تحاد الكورة وكرسة الكوارس وقزمة الأزمات والناس اللي ما بتفهمش والناس اللي ما بتعرفش والناس اللي ما بتسمعش والناس اللي مش عارف ايه ونبدأ نقول الكلام ده وخلاص ده الساعة ده الكلام اللي ممكن زي بيقوله كده ايه بيبيع يعني كلام الحلم بس يعني عشان لوحد يشتغل بضمير بس وهم كمان وهم كمان وهم كمان يشتغلوا بضمير ضمير ده انا دايما بسبق بفكرة حسن النواية بسبق دايما بنظافة اليد وانا بصراحة ما شفتش في اتحاد الكرة الحالي بأعضاءه برئيسه ما شفتش حد يعني ايه مش نظيف اليد مثلا او عنده سوئنية على قال اللي شايفه بعيني الله اعلم الله اعلم بحالنا كمان الله اعلم بحالنا كلنا فما اقدرش انتقد او اهاجم شخص وانا ما اعرفش الخلفيات او تفاصيل الموضوعات نعرف التفاصيل نعرف الخلفيات وكما نطلع نتكلم ومرة الف كفاية نقص معلومات انا بطالب اتحاد الكرة صراحة شديدة طلع بيان توضيحي انت بتستخبى ليه انت بتستخبى ليه انا مش فاية ما انت اصلا لما تستخبى انت تخلي الناس كلها دينك ما طبيعه انت بتستخبى بقى انت معكش الحق بس يبدو ان انت معك حق بس بتستخبى ليه مش عارف اشتركوا في القناة